دي رسالة بتقول إن إحنا يعني الجماعة المشايخ اللي بيعتلوا المنابر سواء كانت المنابر الرسمية أو المنابر غير الرسمية بيخوفونا طول الوقت أيها أو هم خايفين هم خايفين من بعض خايفين مننا وإحنا خايفين من بعض وخايفين من ربنا هل الأساس إن الواحد يكون بيعمل اللي بيعمله خوفاً من ربنا سبحانه وتعالى ولا حباً في الله سبحانه وتعالى الحق سبحانه وتعالى أورد في كتابه العزيز آيات فيها ترهيب تخويف وأورد أيضاً آيات أخرى فيها ترهيب وتطميع في الفضل وأورد آيات فيها تشويق بمعنى الحب الأرقى بدون شك في الصلة بين العبد وبين ربه الحب الذي يقوم نحو الطاعة وترك المعصية وفعل الخير حباً لله شوقاً إلى الله طلباً لرضوان الله لا شك أنه أرقى بكثير من الذي يقوم بالفعل طمعاً في المقابل الحسي في الجنة المادي الذي في الجنة من قصر أو غيره أو نهره وهو أرقى أيضاً من من يقوم بالطاعة خوفاً من العذاب الحسي في النار لهذا قال بعض الصالحين لو أن النار كانت دارة لرضوان الله لسألت الله أن يدخلنيها كما تسألون الله أن يدخلكم الجنة حباً في الله في الله لكن أن البشر متفاوتين في قدراتهم الناس ليسوا سواءاً من الناس من تحركه وتدفعه إلى التفاعل المعاني العاقية الحب الشوق طلب الرضا ومن الناس من تكون أحياناً ظروفه أقوى من دافع أن تستجيب لهذه المعاني فيحتاج إلى تحفيز آخر بنعيم حسي ها أنت ممكن تقاف لكن يعني عايز أقول أنا متذكر كده وأنا طفل وكان عمري عشر سنين وكنت في المسجد وقت صلاة العصر اللي هي عدد اللي بيروحوها قليل ومنتظر الإقامة ووزعوا علينا ورقة يعني تعالوا أنا كان عندي عشر سنين ده من زمان قوي يعني ورقة عن عقوبة تارك الصلاة فبأي منطق بتوزع عقوبة تارك الصلاة على حد دقاءة جوى المسجد مبدئياً يعني هو جوى المسجد وقت صلاة العصر بتعمل ده وعشر سنوات دون البلوغ لا تجيب عليها أصلاً الصلاة يعني حتى أنه وزع على الباقين هو مفيش عقل مفيش فكر رحو زعف محل الخمر يعني وزع في حتة تانية يعني لأي واحد عن صلاته إلهي لكن الناس اللي بتقوم على هذا الأمر الحياة بنشوفهم أنهما ناس مدعين أنهما بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى وبيحصوا الناس على أنهما يعبدوا الله وواقعين هما منفرين للناس نعم كنت أود أن أقول أن هذه الثلاثة موجودة في القرآن الترهيب والترغيب والتشويق لماذا وجدت أصلاً ما كان يكفي التشويق للحب الذي خلق النفس البشرية سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان أحياناً يحتاج إلى تخويف وانتبهي لأكلمة أحياناً أحياناً يعني أنت مريض السكر لما تشوفه ماهو مبالي يعكل حلويات كنافة على مش عارف إيش والدكتور مرة مرتين يقوله أنت عشان صحتك تكون كويسة وتقدر تستمر لا بد تعرف أن السكر هذا يعني رفيق دائم يبود أن تحاسنه مرة مرتين آخر شيء طبيب يقوله يقول شوف أنا مش مسؤول أنت ممكن تفقد بصرك تصاب بالعماء ممكن يصبح عندك فشل كلوي ممكن 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 هذا مش تخويف تهديد بأنك لو عملت كذا سيصيبك كذا هذه فكرة الترهيب في القرآن لكن لماذا أصبحت غير فاعلة اليوم في كثير من أحيان لأن حولناها من ترهيب إلى تنفير كما قلت القرآن الكريم في غالب الآيات اللي يذكر فيها العذاب والنار في الغالب يقرنها بالرحمة والجنة وإذا لم يقرنها فإنها تجدها هكذا آيات في طريقها ليس من العقل ولا من الشرع ولا من الحكمة أن تجمع آيات العذاب المتفرقة هنا وهناك الله عز وجل مثلا ما جعل في القرآن جزء العذاب جزء العذاب جزء النعيم بحيث تقرأ يعني جزء كامل جزءا كاملا كله تهديد ما فعل الله هذا لماذا لأن المقصود من التخويف من العذاب هو رحمة أن تردأ يعينك على رضع نفسك فإذا تحول إلى تكثيف 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 فقد أثر الترهيب عن النفوس وتحوى إلى التنفير من الطاعة يعني اسمح لي أضيف لكلام حضرتك عامل زي الأب اللي بيقول بضبط كل شوية هضربك بضبط هضربك هضربك فمن كتر ما قاله هضربك طب خلاص يعني الإحساس بي تماما بدا أنه ما بقى الشيء يقال لي فيرتعد لي تماما يعني أنت لو دخلت على المحرك الباحث في الشبكة وكتبت عذاب القبر شوف كم محاضرة بتطلع لك كم درس كم خطبة كم كتاب وكتبت ثم مسحتها وكتبت نعيم القبر ما النسبة بين هذا وهذا ما فيش طيب الحديث لي ذكرت أن القبر في عذاب ذكرت أنه في نعيم ليش حركزنا على العذاب وتركنا ليش النعيم ترجمة نانسي قنقر